السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا على خير و بخير في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم حريشات والزيتون والزعتر قبل ما نبدأ فيديونا لا ننسوش نسلم على الحبيب اللهم اصلي وسلم على سيدنا محمد و نبدأ على بركة الله طريقة تحضير اول مكون نحتاجه هو الساميد الخاصة بالحرشة الساميد الخاصة بالحرشة نحتاجه ثلاث الكيسان اللي يكونوا عامرين ديال العنبة و نضيفو عليهم نصف كاس ساعة دقيق لأبيض اي الفورس و نغرب لهم مزيان ضروري ما تغرب لهم البنات نضيفو نصف معلقة ساندة أو سكر حبيبات معلقة صغيرة نخلط النواشف كاملة بطريقة نضيفو نصف كاس و نضيفو الزيتون و نضيفو الزبدة و نضيفو المكونات الأخرى من دخلات يديك الزيت و الزبدة نضيف المكونات اللي باقة الزيتون و الزعتر خميرة ديال الخبز لا كانت تعدكم حبيبات ولا كانت تعدكم ديال معجونة غير نصف معلقة صغيرة و راس معلقة ديال خميرة الحلويات وبعد ذلك سوف نضيفو سوف نضيفو باقة سوف نضيفو بشوية بشوية لأحساب النوعية لن أحتاجه و او نصف لأحساب نوعية سوف نضيفو بشوية بشوية ومشكت جمع جمع وغير بالاطراف دي الأصابيع ديها كوملا غير بهذا الشكل هذا هذا هو القوام ديالها كنغطيها ونخليها على الجنب وكندير المقلة ديالي يسخن ونخليها انا نصابه مغير بهذا الغلاقة لديه القطعة وكي تصابه مخاصة بالحرشة انا جاتني هذه الساهلة خدمت بها ما عنديش أصلا باش نقطعها قد جاتني الساهلة هذه كتاب في تغيو هادي كنرش سميدة في البلاتو وكي تصابه كما لاحظتوا معي لانشي تصابه في الغلاقة باشما تعطينا بشاة بشاة كميلا 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 بعد هذه الرولة تضربوا بيديكم واحد شوية بهالطريقة هذي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة